ديالا سلة حمضيات العراق وأحد أهم محافظاته الغنية بالزراعة باتت بساتينها مهددة بالدمار بسبب شح المياه وحالة الجفاف التي تعانيها بسبب قطع إيران لإرادة المحافظة المائية ليس الجفاف فحسب ما يهدد طوق الأخطر لديالا فها هي الأفات الزراعية تهدد بقتل الأشجار والمحاصيل الزراعية لا سيما آفة الدوباس بسبب الإهمال الحكومي وموجة الجفاف التي تضرب بلا درافدين حشرة الدوباس حشرة مؤذية بالنسبة للحمضيات دان نلقيها على الحمضيات الحمضيات دان نلقيها على الورق وعلى جسم الشجرة تمتاص حتى الورق مال الشجرة تيبس تغدى صفرة في الدنوب نروح نشترح على مثل ما يقول منها السواق السوداء من المحلات نتجي تكافحة والمبيدات كلها منتهية لأكسفايل مالها مادة تكتلة أصحاب بساتين النخيل والحمضيات في ديالا يشتكون من انتشار تلك الآفة في بساتينهم التي كانت تعد أهم مصدر للفواكه في العراق فضلا عن تهديدها لنخيل حشرة الدباج تضرب النخيل فمن تضرب النخيل تأكل الثمار فاللاحظة منتهي لأنه حاصلة مضروب من يستلع عنده حاصل وفير أكثر من المعتاد يعني نقول يروحون يفتحون الاستيران فمن يفتحون الاستيران بعد ما حد يأخذ من جميع الاتجاهات تبدو أفق الحل ضيقة أمام الفلاحين فلا عادت المناشدات تجدي نفعا ولا حتى الجهود شخصية تكفي لإنقاذ ما تبقى من بساتين ديالا من الآفات والجفاف المحدق بها قبل كانت تجي الطيارات تكافح وتروش بين فترة وفترة من ذاك الوقت يعني من السقوط لي جاي ما جاءت طيارات ما ضربت قام الفلاح العراقي هو يعني نقول من جيبه والعراق كان قلت لك هي ديالة خاصة أم البرتقال سلة البرتقال البرتقال احنا ما شاء الله بساتين راحت ما يماكو مقطوع وهذا ما يبير تشفت وبين الأفات وجفاف والإهمال الحكومية توشك أرض السواد أن تصبح متصاحرة بعد أن صنفت فقيرة في حصاد السبعة عشر عاما من الاحتلال وحكوماته ترجمة نانسي قنقر